لا تتوقف آلة الكذب الإسرائيلية عن مواصلة بث الفبركات وممارسة التضليل بأسلوب مبتذل ومثير لسخرية المتابعين فمنذ بداية الأدوان على قطاع غزة والمشافي هي العنوان الرئيسي للعرض اليومي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر على الهجوم الإسرائيلي لم تقدم إسرائيل أي صورة لإنجازاتها سوى آبار لتخزين الماء أو الوقود في المستشفيات مدعية أنها أنفاق لمقاتل حماس أو ربما كتاب لهتلر يعرضه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك ويدعي أنهم وجدوه في أحد بيوت غزة وأخر ما قدمه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو في مستشفى الرنتيسي المخصص للأطفال بعد إخلائه من المرضى والأطباء بقوة السلع المثير للغرابة هنا أن إسرائيل تعتمد في روايتها على وجود حفاظات للأطفال كدليل على أن هذا المكان كان مصرحا لعمليات حماس في أسر الأطفال الأغرب من ذلك عرضها لمصعد المشفى المؤدي إلى مخزن المواد الطبية على أنه فتحة نفق وأخيرا فإن جلب عدد من الأسلحة وترتيبها بشكل دقيق هي أسهل حجة للقول بأن هذه الأسلحة وجدت في المشفى وبعد كل ذلك لم يظهر أي معتقل لحماس في هذه الغرفة التي يروج لها الجيش الإسرائيلي على أنها تكنة عسكرية وزارة الصحة الفلسطينية فندت هذه الادعاعات الإسرائيلية وقالت في بيان لها أن ما عرضه الاحتلال حول مستشفى الرمتيسي للأطفال هو تمثيلية سمجة يوجد أو لا يوجد عليها أي دليل ولو دليل واحد يصحق الرد وأضافت أن الاحتلال عد وجود حفاظات أطفال في مستشفى الرمتيسي للأطفال وبه نازحين على أنها أذلة استثنائية أي استخفاف هذا بعقول الناس وعقول العالم حسب البيان لا تتوقف إسرائيل عن التسويق لأي شيء يمكن أن يبرر قتلى أكثر من أربعة آلاف طفل وثلاثة آلاف امرأة لكن تخبط قياداتها وصل حد اعتبار وجود كتاب كفاحي لأدورف هيتلر في غزة دليلا على إدانة حماس الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتزوغ عرض كتاب هيتلر في لقاء له على شبكة بي بي سي البريطانية وكأنه حصل على دليل إدانة لا يقبل التشكيك هذا هو عدلف هيتلر's book translated to Arabic Mein Kampf it's the book that led to the Holocaust and the book that led to World War II this is the book that led to his victory in elections in Germany which led to the worst atrocity of humankind which the British fought against well this book was found just a few days ago in northern Gaza in a children's living room which was turned into a military operation base of Hamas يبدو أن جيش الاحتلال قدم أيضا تمثيلية فاشلة وغير متقنة على أقل تقدير فيمكن لأي مبتدئ في اللغة العربية أو الإنجليزية تفنيد دور سيدة تدعي أنها ممرضة في مشفى الشفاء بسبب ركاكة لهجتها كما أكدت كثير من التعليقات بسبب ركاكة يبدو أن إسرائيل لجأت لهذا الأمر بعد أن فشلت في تسويق رواياتها بشأن استخدام حماس للمشافي في غازة لكنها عادت لحذف المقطع من صفحاتها عبر مواقع التواصل للشماعي بعد احتراق الفيلم كما يقال منصات التواصل للشماعي شهدت تفاولا واسعا مع الادعاءات الإسرائيلية الإعلام الأمريكي جاكسون هينكل علق على فيديو مستشفى الرانتيسي بالقول مخاطبا المتحدث لسم الجيش الإسرائيلي وقال هذا مسعد وليس نفق إذ يوجد عمود المسعد وقذبان وكابل كابل المسطح تنزلق الكابين على القذبان المعدنية ويربط الكابل المسطح الكابين بالصندوق الكهرباء يعني يحاول أن يشرح مشهود عبد السلام علق على فيديو الممرضة الذي نشرتها صفحات إسرائيلية وقال الاحتلال الصهيوني قام بنشر فيديو لممثل لا تعرف لا الإنجليزي ولا العربي تقوم بدور ممرضة في مستشفى الشفاء في غزة وتحذر الناس من حماس وتدعوم للخروج من المستشفى مضيفا في هذه التغريدة كنت أود أن أقول وصل لمرحلة منحطة بالكذب ولكن ما سبق أعظم حسب قولي أما صلاح عبدالله فقد علق مخاطبا الرئيس الإسرائيلي على روايته المتعلقة في كتاب هتلر في فاحي وقال أنا على يقين أنك كاذب ولو كنت صادقا لأرفقت الاستعراض بالفيديو حال عثوركم على الكتاب هل أصبح الموساد فاشر إلى تلك الدرجة؟ يضيف أصابتكم الهزيمة بالغباء